رفع نائب رئيس الجمهورية الفريغ الركن علي محسن صالح برغية تهنئة إلى فخامة الرئيس المشير الركن عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة احتفالات شعبنا اليمني بمناسبة العيد السابع والخمسي لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة جاء فيها فخامة الأخ المشير الركن عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية الثورة والجمهورية والاستقلال وبعد يحتفل الشعب اليمني بالعيد السابع والخمسين لثورة الرابع عشر من اكتوبر المجيدة الثورة التي تعتبر امتدادا طبيعيا وجزءا مكملا لثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة والتي كان اول اهدافها التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما واقامة حكم جمهوري عادل وازالة الفوارغ والامتيازات بين الطبقات وشكلت الثورتان امتدادا للارادة الوطنية الواحدة والتي استطاعت تحرير الحياة اليمنية من الحكم الامام الكهلوتي ومن السيطرة الاستعمارية البغيضة وعادت بناء اليمن الجمهوري الجديد الموحد الخالي من كل رواسب التخلف والاحتلال والانقسام وبهذه المناسبة الوطنية العظيمة يطيب لنا ان نرفع الى فخامتكم ازكى تهانينا وتبريكاتنا واخلص منياتنا الاخوية سائلين الله تعالى ان يعيدها على بلادنا وفخامتكم في صحة وعافية ويمننا الحبيب في امن واستقرار ونماء والتهنئة موصولة الى شعبنا الابي الصابر الذي شاءت الظروف ان تأتي اعياد الثورة اليمنية الواحدة سبتمبر وكتوبر هذا العام وسحب الازمات والغيوم القاتمة تخيم على ارضه الطاهرة نتيجة الانقلاب الحوث الكهنوتي المدعوم من ايران وما صاحبه من جرائم ومجازر وانتهاكات وحشية ومضايقات ضاعفت من هموم الانسان اليمني الاصيل المنصهر في عروبته وهويته والمتمسك باهداف ثورته وجمهوريته منتصرا على كل ضيم وقاهرا لكل الظروف وكل التحايا والتهاني واقزلها لابطالنا الميامين من رجال جيشنا الباسل ومقاومتنا الشجاعة وشقائنا من قوات التحالف الابات وهم يرابطون جميعا على ثرى الارض عربية واحدة ويصدون ببسالتهم زحوف الكهنوتي ويردعون باصطفافهم وشجاعتهم غطرسة الميليشيا الانقلابية وعن جهية مشروع ايران التخريبي ويحققون الانتصارات العظيمة التي تليق بابتهاج اليمنيين باعياد الثورة وتعكس العزيمة التي لا تلين في الانتصار للشرعية ولهوية اليمن وجمهوريته ووحدته واستقلاله وسيادة اراضيه ومكاسبه الوطنية المثلى فخامة الاخ الرئيس في هذه المناسبة التي نستحضر فيها قيم الجمهورية والثورة وما تعيشه بلادنا من مخاطر ومهددات يظل الاصطفاف العربي والملحمة الخالدة التي تزعمت قيادتها قيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة باعلان عاصفة الحزم وعادة الامل ومساعيها لتوحيد صف اليمنيين واخرها انجاز اتفاق الرياض وآلية التسريع للتنفيذ التي توحد جهود كل أبناء الوطن لنضال من أجل استعادة دولته وانهاء الانقلاب لهو أعظم ما أفرزته الأحداث وموقف يستحق شكر وتغدير الشعب اليمني والأمة لتجسيده قيم الإخاء وحق الجواري والإرادة القوية القادرة على تحقيق النصر بإذن الله في مواجهة المخاطر وفي معركة المصير الواحدة وندرك أن إرساء السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاثة الثابتة والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدول 22-16 أحد أهم المرتكزات للشرعية وقيمة أصيلة من قيمها النبيلة في التجاوب والتعاطي مع الجهود الأممية المبذولة وفتح آفاق سياسية وسلمية لاستعادة دولة اليمنيين وإنهاء الانقلاب وسيظل السلام الشامل الذي يضمن الحقوق المتساوية والحرية الهدف الأسمى للدولة في مواجهة تعنت وصلف واستهتار الميليشيا منطلقين في ذلك من قيم الإسلام الحنيف ومبادئ اليمنيين وقوانينهم وأعرافهم أكرر التهاني بذكر أكتوبر الباسلة لكل أبناء الشعب وفي مقدمتهم أبطال قواتنا المسلحة والأمن البواسل وأسر الشهداء والجرحى الميامين سائلنا الله أن يرحم شهداءنا الأبطال ويشفي الجرحى والمصابين ويمن بالخلاص على الأسرى والمخطوفين والمعتقلين ويحقق النصر القريب ويمنح شعبنا اليمني ودول المنطقة الأمنة والاستقرار والرخاء والإطمئنان وكل عام وفخامتكم وشعبنا وأمتنا بألف خير